كان لازم نرجع لورا شوية ونشوف ايه الهدف طيب لو المسلس اسمه تجارة سلاح صناعة الموت بالمواجهة او بالخلايا النائمة تعني فتح المبتمع على مصرعيه علشان نشترخه نكسره بان احنا نعزز ويبقى عندي يعني اباحة في العرض واباحة في التسوق في البيع لكل انواع المخدرات فيبقى المسألة هنا بتقول ان اللحظة اللي خلوا البلد فيها ما فيهاش القوة الامنية في 2011 واختفاء الشرطة واللي عشناه فتح البلد في حاجات كتير قوي اللي بقوله ده انا بجيبه منين على الاقل انا بقى عندي بيانات مهمة منذ لحظة اطلاق العملية الشاملة اللي على محاور الدولة الاستراتيجية واحدودها واللي ما في بيان من بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بيانات العملية الشاملة الا وكان فيه جزء مهم جدا عن ضبطيات لا مخدرات انواع مخدرات كميات مهولة مطلوب انها تدخل لمصر علشان تعمل ترويج على محورين محور الاتجار البيع وده معنى الفلوس اللي خارج الاقتصاد الرسمي وبالعملة الصعبة علشان يوقع سعر العملة الرسمية فالدولار يعلى لان الاتجار بيبقى بالدولار اتنين يعني قيمة او محور التناول علشان يفتح على مراحل عمرية اقل فنصل الى العمر اللي يبدأ من 12 سنة و14 سنة علشان يدخلوا يجربوا هذه الانواع من المخدرات علشان بس تبقى الحكاية واضحة قدامكم العملية الشاملة كشفت هذه العلاقة ما بين تجارة السلاح تجارة الموت بالمواجهة او بالكمون بالخلايا النائمة وتجارة المخدرات ترجمة نانسي قنقر